عدة شنهو عدة ركائز من هذه الركائز ان الله وملائكته يصلون على النبي لماذا يصلون على النبي يقول حينما عصم محمد نفسه ولم يدع إلى الباطل أن يأتي من أي مكان لمحمد انبهر به الله فحين من بهر به الله باه الله به الملائكة قال هذا عبدي هذا طموحي هذا الذي أطاعني طاعة لم يطيعني أحدا منذ أن خلقت الخليقة مثلما أطاعني محمد فيستحق ثنائي وشكري بهذه الصلاة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هنا مشكلة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه أي أعطوه الولاء المطلق يا علي هذا محمد يعطى الولاء المطلق صلوا عليه وسلموا تسليما لماذا بالنهاية التسليم شو كلمة التسليم مسلم من سلم الناس من لسانه وزي تسليم يعني شنه التسليم بالولاء الغير قابل لمن إلى الانحراف أو للتبديل وَسَلُّمُوا عَلَيْهِ عَرَشْلُونَ وَسَلُّمُوا تَسْلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليش صلوا عليه وسلموا تسليما شو تسليما هذا يدلل على أنه التسليم بمن بإعطاء من بإعطاء الولاء المطلق لرسول الله وَمَنْ يُعْطِي وَلَاءَهُ فَلَا يُبَدُّلُوا تَبْدِيلًا شو شي يقول بصورة الأحزاب أخوان بس انتبهونا بصورة الأحزاب يقول إنما الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم خوش بعدين شو شي يقول رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه صدقوا ما عاهدوا الله عليه صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وشنو وما بدلوا تبديلا يقول معلمي ما بدلوا تبديلا بأي شي ولكن حينما قتل رسول الله واستشهد يقول بدلوا الناس كل شي وخرج وجههم القبيح ولم يبقى مع عليا إلا علي يعني إلا فاطمة نفسه علي أي نفسه محمد هاي مشكلة الآن نحن نمر بهذه المشكلة ما هذه المشكلة المشكلة مشكلة الأنا الشيطانية إبليس لم يسلم لم يطيع إذن من لم يطيع لم يسلم ومن لم يسلم أصبح ربه وإمامه إبليس عليه اللعنة والعيادة أبو الله هكذا يقول معلمي وين رايحين أنتو وين رايحين هذه يومية قضية علي بن أبي طالب من تزورونا مصيبة على روسكم كارثة هذا دليل على تلزمكم الحجة وبهذه المشكلة مشكلة ما بعدها مشكلة يقول معلمي تروح الواحد يذكرك يومية يذكرك يومية بالعقاب يذكرك يومية بأنه إذا أنت سويت فلان قضي يصير بيك شي بعد من توقع ما يطلعك يقول ما يجرك ويطلعك ليش ذكر المؤمنين أن الذكرى تنفع